ضمره من الفنانه يا مدام عفاف انها تطلع من غير مكياج ده شيء من يقلقها لا ليه يقلقها يعني إيه اللي يمنع ان انا اطلع بدون مكياج حتى لوحشة يعني يعني والدورية التطلب ده طالما انتي ممثلة وطالما انتي مقتنعة بالشخصية اللي هتعمليها وليها مواصفات معينة لا وطالما انتي فعلا حلوة لا انا مش حلوه اولاي انا ماعتبر نفسي يعني عادية لا حلوة ولا وحشة يعني مقبولة يعني ماعتبر نفسي والحلوة الروح الحمد لله ده أهم حاجة والقبول طبعاً ده شيء من عند ربنا الحمد لله الفنانة عيدة عبدالعزيز بتقول إن كان لازم تحققي في السينما شهرة أكبر ونجاح أكتر يا ترى العيد فيكي ولا تفي المسيطرين على الإنتاج؟ هو طبعاً سؤال ظريف أو يعني كلام تحل ومش وحش من الفنانة عيدة عبدالعزيز وهي من الفنانات اللي أنا يعني بعزهم وبحترم كلمتهم فبقولها هو في الحقيقة التقصير مش مني التقصير من جايز الموزعين أو من المنتجين واحتمال يكون مني أنا شخصياً ليه؟ أنا بدأ قوي في كل شخصية بعملها وليه مواصفات معينة في كل فيلم بالذات في الأكلام المسلسلات خلاص الناس حفظتني وعارفت أنا بطلع إزاي؟ وبقول إيه؟ أما في السينما أنا ليه في الحقيقة تحفظات كتيرة أو فأنا ما باجه أطلع في السينما أو بتعرض علي سيناريو بلاقي أي كلمة خارجة أو مشهد مثلاً يتطلب إن أنا أطلع بقاميس نوم عرياني ده بالنسبة لي مرفوض مرفوض تماماً وساعات يتطلب مني مثلاً إن أنا أطلع أمسك سجارة وساعات مثلاً يتطلب مني إن أنا ألبس ما يوم ويتطلب ساعات أو الدور يعني ومش عارفة يعني فيه مشهد قبلة أو مشهد مش عارف إيه؟ ده كل ده بالنسبة لي أنا مرفوض مش حد أرغمني على ده؟ لا، ده نابع مني أنا لإني أنا ضد الحاجات دي كلها يعني أنا بقول يعني الممثل لما يطلع مثلاً أو الممثلة تطلع لي لبسالي ميو ولا لبسالي مش عارف إيه ولا يعني أنا بعتبر دي يعني ده بعتبرها يعني إثارة سخيفة أو يعني مقصود بها شيء معين ومعرفش يعني أو جايز هو الدور آه كده وكل فنان طبعاً حر في اختياره لأدواره لكن أنا بقول بالنسبة لي أنا أنا بعتبر نفسي طبيعية جداً زي ما أنا في طبيعتي في الحياة فبنق ده ع الشاشة يعني أنا في حياتي العادية عمر ما البست ميو يعني عمر ما بست قصير عمر ما البست قط يعني أو عريان أو فده بعمله برضو على الشاشة يعني مش معنى كده أن أنا في حياتي حاجة تمثيل حاجة لا زي ما أنا فطبيعتي زي ما أنا الأدوار اللي بعملها على الشاشة فيه طبعاً الأدوار بتتهرض عليّ وفيه ساعات يعني أنا بطلي بقى الحمد لله مش بقولنش مطلوبة لا مطلوبة ومطلوبة قوي ولكن أنا اللي بقول لا على بعض حاجات فأوما بقى ابتدوا ايه يخافوا يقولك يا عم دي بقى لها تحفظات ودي الحاجة عفاف حاجات كده يعني من النوع ده فطبعا بقولهم حرين يعني بس أنا ليا رأي وخلاص يعني ده حاجة خلاص قرار اتخذتوا من أول ما بتلي التمثيل لغاية دلوقتي إن أنا لن أخل بكل المبادئ دي أنا أعتبرها مبادئ والحمد لله مشي عليها وحأظل مشي عليها إلى مال النهائي لغاية معتاز الوعد في البيت